بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو الدرس الثاني لهذا المقرر مقرر الثقافة الإسلامية وكان سبق في الدرس السابق ذكر إلماحة سريعة عن المقرر بمجمله وأنه يتكون من ثلاث أقسام كسم خاص بالسنة النبوية وكسم بالسيرة النبوية وكسم بعلوم الحديث واليوم سنأخذ ما يتعلق أو بعض المباحث التي تتعلق بالسنة النبوية طبعا هذا المقرر له كتاب يحوي جميع فقراته ومعلوماته وهو كتاب لمحة عن السنة والسيرة النبوية وموجود ومطبوع ومتوفر الكلام على هذا القسم الثاني سبقا قلنا على أن فيه أربعة مباحث وسنتعرض إن شاء الله في هذا الدرس للمبحث الأول من هذا القسم الأول وهو المختص بالسنة النبوية وهو عبارة عن تعريف السنة وحجية السنة ومكانة السنة وبعض الشبه والرد عليها تعريف السنة النبوية طبعا أي علم يريد الطالب العلم يقرأ ولا بد يعرف تعريفات هذا العلم فالسنة يعرفونها بأنها في لغة العرب تطلق على عدة معاني منها الطريقة ومنها السيرة سواء كانت حسنة أو قبيحة يقال لها سيرة وقد استعملت كلمة السنة في القرآن الكريم في عدة آيات من ذلك قول الله سبحانه وتعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويل يقول الإمام بن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وكلمة السنة أيضا وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الذي هو لفظ السنة فمن ذلك أن جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغن في الإسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه فهنا قال متبع سنة الجاهلية يعني طريقتها وعادته وجاء أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة إلى آخر الحديث فكلمة السنة وردت في الحديث النبوية أيضا هذه الكلمة استخدمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم واستخدامهم لا يبعد عن استعمالها في اللغة العربية وفي القرآن وفي السنة مرة من المرات حذيف بن اليمان رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يصلي ولا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى هذا الرجل الصلاة قال له حذيفة ما صليت قال وأحسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم إذن الصحابة كانوا يستخدمون هذه الكلمة كلمة السنة أيضا جاء عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف بن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب يعني رفع صوته قرأ بها جهرية والمعروف على أن صلاة الجنازة القرأة فيها سرية ليست جهرية فقال طلحة بن عبد الله بن عوف لابن عباس ما هذا يا ابن عباس قال ليعلموا أنها سنة فهنا ابن عباس استخدم كلمة السنة الأمثلة كثيرة موجودة في الكتاب لكن هذه فقط مثال على كل استخدام هناك الإمام الشاطبي عليه رحمة الله وهو من كبار عمة أهل العلم ذكر على أن يطلاقات السنة في الشرع على ثلاثة أمور تطلق السنة ويراد بها ما كان منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال هذا في السنة يعني المنقول والثاني يطلق في مقابلة البدعة فيقال هذا أو يقال فلان على سنة ويقابله فلان على بدعة الإطلاق الثالث أنها أن كلمة السنة تطلق على ما عمل عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه فهذه الثلاثة الإطلاقات في الشرع التي ذكرها الإمام الشاطبي عليه رحمة الله وكلمة السنة أيضا على مر العصور كونها وردت في القرآن وفي السنة وفي استخدامات الصحابة وفي استخدامات العلماء الكبار هناك أيضا أهل العلم كل ينظر لها من منظار في العلم أو الفن الذي يعلم فيه فمثلا علماء أصول الفقه لهم نظرة لكلمة السنة وأنهم يعنون بها الأدلة الشرعية وعلماء الحديث يعنون بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء الفقه يعنون بكلمة السنة الأحكام الشرعية سواء كانت فرضا أو واجبا أو مندوبا أو حرام أو مكروه كلما كان ورد في السنة مندوب أو مكروه أو محرم فيقولون ورد في السنة كذا وكذا والمتصدرون للوعظ والإرشاد يقصدون بالسنة كل ما أمر به الشرع ونهى عنه وكل هذه الاستخدامات صحيحة وتوافق ما ورد في لسان العرب في الكتاب مذكورة تعارف هؤلاء جميعا ومعزوة إلى كتبهم من أشمل التعريفات للسنة أنها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة إذن عندنا كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة هذا هو التعريف الذي هو أشمل التعريفات لكلمة السنة فيما يظهر والله أعلم هل هناك فرق بين كلمة السنة وكلمة الحديث لو نقول هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو نفس التعبير حينما نقول من السنة نعم وكلام أهل العلم في ذلك من قديم فقد جاء عن أبي هرير رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول مك لاحظوا يسألني عن هذا الحديث فكلمة الحديث واردة في السنة أيضا لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه فهذا اللفظ دل على أن كلمة حديث كانت تستخدم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويراد بها أقواله وهناك أيضا كلام لشيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم وأنهم استقر الإصطلاح على أنه لا تفرق بين كلمة السنة وبين كلمة الحديث أما إطلاق مصطلح السنة في القرون الأولى فقد كان له عدة استخدامات فيطلق على الشريعة بأكملها وهذا جاء في القرآن في قول الله عز وجل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم جاء على أن معنى ويهديكم سنن الذين من قبلكم يعني طرائقهم الحميدة وأطلقت أيضا كلمة السنة في القرون الأولى على العقيدة الصحيحة السليمة من كل بدعة أو انحراف أو ظلال وذلك بعد ظهور الفرق المبتدعة والطوائف المنحرفة وألف العلماء كتبا سموها باسم السنة بيّنوا فيها أصول الدين مسائل الاعتقاد وفق ما جاء في القرآن والسنة ومن ضمن هذه الكتب كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل وكتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم وكتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي وغير ذلك من الكتب التي هي بمعنى العقيدة المطلب الثاني مما سنتحدث عنه باختصار طبعا عن حجية السنة هل هي حجة أو غير حجة؟ طبعا اتفق العلماء الذين يعتدوا بهم من السلف والخلف على حجية السنة وأن السن حجة هذا محل إجماع قال الإمام الشوكاني إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام طبعا الأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة ومن كلام العلماء الكبار المتقدمين والمتأخرين أذكر منها مثال من القرآن ومثال من السنة سريع مثال من القرآن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فيقول ابن القيم فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأعاد الفعل يعني قوله وأطيع الرسول إعلاما بأن طاعته صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب بل إذا أمر وجب الطاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه فإنه أوتي الكتاب ومثله معه أيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث يقول الإمام بن رجب عليه رحمة الله هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين بعده والسنة يقول ابن رجب والسنة هي الطريقة المسلوكة فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفائه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه هي السنة الكاملة ما أريد استطرد في الأمثلة الأمثلة موجودة في الكتاب لمن أراد أن يرجع إليها لكن نأخذ المطلب الثالث وهو مكانة السنة من القرآن تقرر عند أهل العلم أن القرآن الكريم هو المصدر التشريعي الأول في الدين الإسلام وأن السنة النبوية هي المصدر الثاني لأنها مبينة لأحكامه موضحة لإبهامه مخصصة لإطلاقه وشارحة لأحكامه وأهدافه قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وبيان السنة للقرآن يشمل على بيان اللفظ والنظم ويشمل أيضا على بيان معنى اللفظ أو الجملة أو الآية التي تحتاج الأمة إلى بيانه الأدلة أيضا بيّنت السنة النبوية القرآن الكريم من وجوه فبيّنت ما أجمل من عبادات وأحكام فقد فرض الله الصلاة على المؤمنين من غير أن يبين أوقاتها وأركانها وعدد ركعاتها فبيّنت ذلك فبيّنت ذلك كله سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته وكذلك الحج وكذلك الزكاة السنة بيّنت ما جاء في القرآن الكريم وهناك في السنة أيضا أحكام مستقلة ليست في القرآن ومثل تحريم الحمر الأهلية وتحريم كل ذيناب من السباع وتحريم نكاح المرأة على عمتها أو نكاحها على خالتها ونحو ذلك هنا أيضا في كلام أو الكلام على بعض الشبهات التي تدور حول السنة جماهير أهل العلم قديما وحديثا مجمعون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عصر الحاضر مجمعون على وجوب العمل بالسنة والاحتجاج بها من غير نكير يعني ما في أحد أنكر ذلك وأن الثابت من السنة حجة ملزمة من حجج الشرع يجب العمل بها مثل ما يجب العمل بالقرآن الكريم سواء بسواء طبعا خالف في ذلك بعض الزائغين وبعض أرباب الفرق المنحرفة جاء عن الإمام أيوب السختياني وهو من أئمة أهل السنة والجماعة من التابعين قال إذا حدثت الرجل بالسنة يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم أنه ظال وظل لأن السنة والقرآن لا تنفكان هؤلاء الزائغين الذين أنكروا شيء من السنة أو السنة تكلم عليهم العلماء وردوا عليهم من قديم ومن أوائل من ألف الرد عليهم لإمام الشافعي عليه رحمة الله المتوفة عن 204 هجرية في عدة كتب من مؤلفاته أهم الفرق التي التي شككت في السنة قديما هي الخوارج والشيعة والمعتزلة طبعا الخوارج خالف جماهير المسلمين في مواقف تشريعية ثبتت عن طريق السنة المتواترة والصحيحة فرويت عنهم أحكام غريبة مثل إباحتهم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ونحو ذلك من الأمور التي هي ثابتة بالسنة أما الشيعة فقد أقاموا مذهبهم على رد أحاديث أغلب الصحابة إلا ما رواه الشيعة علي رضي الله عنه وقد ذكر بعض الشيعة أن شيعة علي هم ثلاثة إلى خمسة عشر صحابين فقط ولا بد أن تكون رواية تلك الأحاديث التي يقبلونها من طرق أئمتهم لاعتقادهم أن أولئك الأئمة معصومون من الخطأ أنهم لا يخطئون أو عن طريق من هو على نحلتهم هذا بالنسبة لمن تكلم من شكك في السنة فهم الخوارج والشيعة يقول إمام الشافعي لم أر أحدا من أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافض والفرقة الثالثة التي هي زائغة في مسألة السنة المعتزلة يقول الإمام بن حزم قال جميع المعتزل والخوارج إن خبر الواحد لا يوجب العلم وقالوا ما جاز أن يكون كذبا أو خطأا فلا يحل الحكم به في دين الله عز وجل ولا أن يضاف إلى الله تعالى ولا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الإمام بن القيم عليه رحمة الله أن المعتزلة رد النصوص الصريحة المحكمة الواردة في ثبوت الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للعصاة من المؤمنين طبعا هذا الكلام الفرق القديمة أما في عصرنا الحاضر فنستطيع أن نجمل المشككين في السنة النبوية في فرقتين فرقة من المستشرقين والمستشركون هم جماعة أو مجموعة من علماء الغرب الذين اعتنوا بدراسة الإسلام واللغة العربية ولغات المشرك وأديانه وآدابه هؤلاء المستشرقون طعنوا في السنة النبوية الصحيحة والمتواترة ومن أول من قام أو من أول من قام من المستشرقين بدراسة الأحاديث النبوية والطعن فيها بحجج واهية وهو أخطر المستشرقين جولد اسمه جولد وقد نشر بحثا باللغة الألمانية عام 1890 ميلادية وكان عنوانه دراسات إسلامية وبحثه حظي بمكان مرموقة عند المستشرقين وبعد نصف قرن من نشر هذا البحث نشط مستشرق آخر وهو جوزيف شاخت وأمضى وقتا غير قليل في البحث والتنقيف في الأحاديث وتوصل إلى معلومة وهي المعلومة التي توصل إليها هذا المستشرق الآخر توصل أنه ليس هناك حديث واحد صحيح خاصة الأحاديث الفقهية وحظي بحثه بمكان أيضا أعلى من مكانة سلفه جولد حيث غير من نظرة جولد التشكيكية جولد كان يقول يشكك أما هذا المستشرق الثاني الذي هو جوزيف فقد نفى صحة الأحاديث وحكم عليها بصفة متيقنة أنه لا يوجد حديث صحيح أبدا الفرقة الثانية في العصر الحاضر هم المستغربون وهم المستغربون هؤلاء من أبناء الأمة ولكن هواهم للمستشرقين فيأخذون معلومات المستشرقين وينقلونها إلى المسلمين عبر كتبهم وعبر برامجهم وعبر وسائل التواصل ونحو كتاباتهم وهؤلاء المستغربون هم عالة على أفكار المستشرقين وأيضا تلقفوا بعض المعلومات من بقايا كلام المعتزلة وكلام الخوارج وكلام الشيعة الذي قد اندرس أكثره أو انتهى هذا بالنسبة لكلام إجمالا على المبحث الأول من القسم الأول من هذا المقرر أتمنى للجميع أن يكون قد استمتع بهذا التلخيص لهذا المبحث الأول ولنا لقاءات إن شاء الله بإذن الله في المبحث القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر